الكتاب 045 المقالة 02 الشهيدة بربارة بقلم آرسوفاليان نصرا للوحشية الشديدة التي قابل بها الرومان الديانة المسيحية ومريدوها اعتقد الجميع بأن هذه الديانة ستؤد في المهد ولن ترى النور ولكن أراد الله شيء آخر جرب الرومان رمي المسيحيين الأوائل في حلبات المصارعة وحيدين مع حفنة من الأسود الجائعة وعلى المقاعد يجلس الجنود والقادة ومن خلفهم عامة الشعب والكل يتلذذ بمناظر الأنياب التي تمزق اللحم وتكسر العزام والحاكم يشرب ويتلذذ بمناظر الدم واللحم المتطاير وأنين المتألمين وصراخهم والكل يضحك إلى أن اعتنقت هيلانة والدة الأمبراطور قسطنطين الديانة المسيحية فتوقفت الاضطهادات المروعة ولدت بربيارة في قرية حاميس التابعة لمدينة ليو بوليس المصرية نيقوميديا في أوائل القرن الثالث في عهد الملك مكسيمانوس الذي تولى الملك سنة 236 ميلادية وكان والدها ديسقوروس شديد التمسك بالوثنية ويكره المسيحيين لما شبت بربارة خاف عليها والدها من مفاسد العصر نظرا لما كانت تتصف به من جمال فتان ووضعها في قصر يحيط به العسكر ملأه بالأصنام وجعل فيه كل أنواع التسلية كانت بربارة تتلقى أرفع العلوم محبة للتأمل إذ اعتادت أن ترفع نظرها نحو السماء تتأمل الشمس والقمر والنجوم تناجي الخالق الذي أوجد الأرض وكل ما عليها لأجل الإنسان أرشدها بعض خدامها من المسيحيين إلى العلامة أوريجينوس فاشتاقت أن تلتقي به لتنهل من علمه وبالفعل وبالفعل إذ زار تلك البلاد التقت به فحدثها عن الإنجيل فتعلق قلبها بالسيد المسيح ونالت المعمودية دون أن تفاتح والدها في الأمر التهب قلبها بمحبة الله فندرت حياتها له واشتهت أن تعيش بتولا تكرس حياتها للعبادة تقدم لها كثيرون من بينهم شاب غني ابن أحد أمراء المنطقة ففاتحها والدها في الأمر حاسبا أنه يبهج قلبها بهذا النبأ السعيد أما هي فبحكمة اعتذرت اعتذرت عن الزواج وإذ كان والدها مسافرا لقضاء عمل ما أرجع الأمر إلى حين عودته لعلها تكون قد استقرت في تفكيرها طلبت طلبت منه أن يبني لها حماما قبل سفره فلب طلبتها وفتح لها نافذتين لزيادة الإضاءة أما هي فحولت الحمام إلى بيت صلاة متعبدة لله بصلوات وأسهار وأسوام بلا انقطاع حطمت كل الأوثان وأقامت صليبا على الحمام وعلى أعلى القصر كما فتحت نافذة ثالثة وكما جاء في النكسولوجية بقوسين تمجيد الخاصة بها نور الثالوث القدوس أشرق على هذه العذراء القديسة بربارا عروس المسيح رجع والدها فلاحظها ستغيير الواضح فسألها عن سبب ذلك صارت تكرز له بالإيمان بالثالوث كيف يجب أن نؤمن بالله الواحد المثلث الأقانيم فاستشاط غضبا وأخذ يوبخها بسرامة أما هي فلم تبالي بل في صراحة ووضوح كانت تتحدث معه عن إيمانها وبتوليتها فثار الوالد وانقض عليها وجذبها من شعرها وهم ليضربها بالسيف فهربت من أمام وجهه وانطلقت من باب القصر وكان أبوها يركض وراءها قيل أن صخرة عاقتها في الطريق لكن سرعان منشقت الصخرة لتعبر في وسطها ثم عادت الصخرة إلى حالها الأول أما والدها إذ رأى ذلك لم يلن قلبه الصخري بل صار يدور حول الصخرة ولم يجدها وكانت مختبئة بين سنابل القمح والتشأت إلى مغارة وصار طعامها سليق القمح خرج والدها يحيطه الجند للبحث عنها فوجدها مختبئة في المغارة فوثب عليها كذئب على حمل وصار يضربها بعنف ورجع بها إلى بيته هناك وضعها في قبو مظلم كما في سجن روى ديسقوروس للحاكم ما جرى وطلب منه أن يعذبها لكن إذ رآها مرقيان الحاكم تعلق قلبه بها جدا وصار يوبخ والدها على قساوته ويلاطفها ويعدها بكرامات كثيرة إن أطاعت أمر الملك وسجدت للأوثان أما هي ففي شجاعة تحدثت معه عن إيمانها بالسيد المسيح جلدت القديسة بربارة حتى سالت منها الدماء كما كانوا يمزقون جسادها بمخارز مسننة بينما هي صامتة تصلي ألبسوها مسحاً خشنا على جسدها الممزق بالجراحات وألقوها في سجن مظلم إذ كانت تشعر بثقل الألام ظهر لها سيد المسيح نفسه وعزاها كما شفاها من جراحاتها ففرحت وتهللت نفسها استدعاها الحاكم في اليوم التالي ففوجئ بها فرحة متهللة لا يظهر على جسدها أثر للجراحات فازداد عنفا وطلب من الجلدين تعذيبها فكانوا يمشطون جسدها بأمشاط حديدية كما وضعوا مشاعل متقدة عند جنبيها وقطعوا ثدييها ثم أمر الوالي في دناءه أن تساق عاريا في الشوارع صرخت إلى الرب أن يستر جسدها فلا يخدش حياؤها فسمع الرب طلابها وكساها بثوب نوراني رأتها يوليانا وسط العذابات محتمل الآلام فصارت تبكي بمرارة وإذ شاهدها الحاكم أمر بتعذيبها مع القديسة بربارة وبالقائها في السجن فصارتا تسبحان الله طول الليل أمر مرقيان الحاكم بقطع رأسيهما بحد السيف فأخذوهما إلى الجبل خارج المدينة وكانتا تصليان في الطريق وإذ بلغتا موضع استشهادهما طلب ديسقوروس أن يضرب هو بسيفه رقبت ابنته فسمح له بذلك ونالت مع القديسة يوليانا إكليل الاستشهاد جسد القديسة بربارة موجود حاليا في كنيسة باسمها بمصر القديمة وقد رأى بعض المؤرخين أنها استشهدت بهليو بوليس بمصر وبعد ذلك يأتي من يأتي طالبا من المسيحي تغيير دينه فينظر المسيحي إلى السماء فيرى بربارة ومن مات قبلها وبعدها فداء للمسيح وللمسيحية فيتمنى اللحاق بهذه الكوكبة لأن ذلك أهوى آرسو فليان كاتب إنساني وباحث في الشأن الأرمني 13 2016 تمت الاستعانة بمنشورات الكنيسة القبطية